وقدت الدورة الرابع عشر من المنتدى الصيني الياباني شامل لتوفير الطاقة وحماية البيئة والتي نظمتها كل من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحة ووزارة التجارة الصينية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناع اليابانية اليوم الأحد في بيكين وطوكيو عبر الفيديو وفي هذه الدورة من المنتدى وقعت الشركة والمؤسسات والجمعية من كلا الجانبين أربعة عشر مشروع تعاون وسيعمل الجانبان على تعميق التعاون في صناعات توفير الطاقة وحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ ومواصلة دعم الشركات والمؤسسات في البلدين لبريع نموذجي بشكل مشترك إضافة إلى تعزيز تنمية الخضراء العالمية والإقليمية